أهلا وسهلا بحضراتكم تكلمنا عن المثاق الأخلاقي لأعضاه التدريس فيما يتصل بالواجبات واجبات عضو هاي التدريس تجاه نفسه وتجاه أصدقائه وتجاه الطلاب وتجاه المجتمع وتجاه البحث العلمي من قبل هل هي واجبات فقط أم أنها حقوق؟ القيمة لعضو هاي التدريس باعتباره يؤدي رسالة تلك الرسالة هي رسالة الرسل والأنبياء لا بد وأن يقدر ماديا ومعنويا لا بد وأن تنعكس صورة الزهنية على المجتمع من خلال خطاب إعلامي هادف لازم الصورة الزهنية لأعضاه التدريس في الدراما التي تقدم تكون صورة إيجابية على طول الخط يجب أن يقدر تقدير كبير جدا لأن هؤلاء هم الذين يساهم في صناعة الفكر في المجتمع هؤلاء الذين يساهم في صناعة التكنولوجيا في المجتمع هؤلاء الذين يساهم في صناعة الأداب بأشكالها المختلفة ولهذا إذا كان الطالب له حق على الأستاذ فمن حق الأستاذ على الطالب الاحترام والإجلال والحب والود والعتراف بالفضل وليس الاستهزاء والسخرية والامتهان أو أنه هو عمل إيه يعني ما ينفعش إذن وجود عضو هاي التدريس في مناخ ملائم في بيئة فيزيقية مناسبة يبقى عنده مكتبه يبقى عنده متطلباته عنده كذا جميل جدا لما تزور جمعة أجنبية تلاقي عضو هاي التدريس عايز معاه كرت يفتح حجرة يدخل ياخد متطلبات المكتبية عايز أقلام عايز دباسة عايز أوراق قرطصية عايز أي شيء أقلام ملونة زي دي يلاقي وياخد عايز خرامة شغله عايز دوسيهات ملفات كله ده من متطلبات القرطصية ياخد اللي هو عايزه ويسجل بس في الورقة كده إن أنا عملت كذا ده جزء مهم جدا مش انت خدت إيه ووديته فين وعملت إيه واخدته البيت ولا جبته منين كلام ده كلام لا يليق ولا يجوز أنا شفت ده بنفسي وعينت هذا بنفسي وقيمة كبيرة جدا مضافة مكنة التصوير موجودة لعضو التدريس يروح يصور بالكرت اللي معاه بكلمة السر وبيصور الأوراق اللي هو عايزها طالما أن هذا في خدمة البحث العلمي إذن الاهتمام برعاية هؤلاء والنظر إليه من نظر مادية ومعنوية مقابل ما يقدمونه من جهد أمر مهم جدا وده لازم ينعكس على مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية ولهذا الأستاذ الجامعي وحقه على الطلاب الاحترام والطاعة والتواضع في حضراتهم وإجلالهم قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسول بزل الجهد للاستزادة من خبراتهم العلمية والعملية الحرص على توفر النواية الحسنة وعدم الانتقاص من الأستاذ أبدا الاقتداء بالأستاذ يبقى قدوة نموزك والصبر عليه والالتزام بآداب السلوك القوين في التعامل معهم وحسن صحبة الأستاذ داخل الجامعة وخارجها القيم دي مهمة جدا إذا تأصلت لدى الطلبة فإنت بتخرج جيل إيجابي الطالب لما يتخرج بعد سنة واثنين وتلاتة واربعة وعشر وعشرين الإقرار بفضل أستاذه والأخذ بمصائحه وتوجهاته لا تنقطع الصلة بين الأستاذ وبين طلابه أبدا التفرغ لأداء الواجبات التي يكلفون بها بدقة وإتقان أما أستاذك يكلفك بحاجة أعود اشتغل عليها عشان تحسسه بالاهتمام الحرص على عدم الانتقاص من شأنهم علما وسلوك يبقى إذن الطالب في النهاية يعي أنه في مظلة قدوة يجب أن تحترم ويجب أن تؤصل طبعا الناس كتير هيقول لحضراتكم بس الواقع غير كده الواقع غير كده لأنه كما تدينت دان لأن الأساذة كثير منهم لا يعطي المطلوب لأنه لا يعطى حقه وبالتالي دائرة بتلف وطالما انتقصت الحقوق فيتم التنازل عن أداء الواجبات ما حق المعلم الجامعي على المجتمع؟ أولا من واجب المجتمع في أي دولة تحترم التعليم أن تقدر الميزانية المنضبطة للبحث العلمي والتعليم بشكل عام وللرواتب فتعتمد القوانين والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي تعزز أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أستاذ الجامعة مش هيفضل يجري وراء أوتوبيس ولا يشعبط في ميكروباس ولا يركب توك توك ولا يجري وركزه أستاذ الجامعة يجب أن تكون له خصوصية وله حصانة حصانة القاضي حصانة أي حد هو أولى لأن القاضي أصلا هو بتخرج من تحت يد أستاذ الجامعة هو أستاذه فكيف تميز هذا على ذاك؟ ما ينفعش وإن علت المكانة فمكانة الأستاذ هي المكانة الأولى في الدرجات العلمية داخل الجامعة أو داخل المجتمع أن تمارس وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة دوراً فاعلاً في سبيل إعلاء مكانة أعضاه التدريس مع التأكيد على عدم السخرية بالقول أو بالكلمة أو الإماءة من رسالة هذا المعلم ومكانته الحرص على توفير برامج توعية لأفراد المجتمع بأهمية الجامعة ودورها في النهوض بالمجتمع وخدمة البيئة ما تتركينش الجامعة الراف ما نفتكلش الجامعة لأيام الامتحانات أبداً الجامعة قيمة كبيرة وطن بلا جامعة هو وطن بلا عقل وبلا قلب أساسي نابط وبالتالي من المهم بمكان أن نؤكد على تلك الأمور التي هي في النهاية شعار مهم جداً يجب أن نتقلده وهو كيف يمكن أن نؤسس لميثاق أخلاقي هذا الميثاق الأخلاقي بكل معانيه يتضمن وثيقة عهد تتمثل في قواعد ومبادئ مهنية وأخلاقية لواجبات العاملين في مهنة التعليم الجامعي وحقوقهم تحدثنا عن الواجبات وتحدثنا عن الحقوق هذا هو ميساق أعضائي التدريس الذي أتمنى نفسي ألاقيه منشور ومطبوع وموجود ومعلن عنه في كافة جامعاتنا العربية وفي وطننا الحبيب هذا ما نريده وإن شاء الله أضع لحضراتكم الملف الخاص بتلك البنود التي تم الاتفاق عليها في صندوق الوصف وأتمنى أن ينال الاهتمام والتقدير من قبل الزملاء أو من قبل الأسدزة أولاً لأنه هو ده المبدأ القناعات التي لا تشكل على ضوء الوعي بما هو مطلوب طبعاً المثالية المفرطة أمر غير مقبول وإنما على ضوء الواقع الواقع بيقول في مشكلات في غياب الكثير من الحقوق داخل المؤسسات فيما يتصل بالرواتب فيما يتصل بالمكانة فيما يتصل بالتعزيز فيما يتصل بالدعم اللوجستي داخل الكلية ولا داخل القسم ولا داخل الجمعة نريد أن نؤكد على أن موازنات البحث العلمي يجب أن تكون على قدر انشغال الدولة بالمسايرة مع العالم في ركب الحضارة يجب أن تخصص الموازنات اللازمة لدعم البحث العلمي ولدعم الجامعات والاهتمام برعاية الأبناء ورعاية أعضائي التدريس دائماً وأبداً مع نموذك الميثاق الأخلاقي للأستاذ الجامعي وهو نفس الكلام على فكرة في التعليم العام يحتاج المعلم في التعليم العام إلى هذا الميثاق ويحتاج من قبل أن نؤكد على حقوقه قبل أن نطلب منه واجبة إيه ميثاق الطالب الأخلاقي؟ هذا ما نتناوله سوياً إن شاء الله في ملف آخر لكي تكتمل المنظومة ما بين ميثاق أخلاقي لأعضاء التدريس وميثاق أخلاقي للطلاب دائماً نلتقي على خير في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور صلاحة السمية